يعني ما هي الخيارات الأخرى إذا ما فشلت جلسة الأربعاء تمتلكون بدائل لديكم أوراق أخرى ممكن أن تلعبوا بها أم التأجيل سيستمر أولا عدم الاتفاق على تشكيل حكومة أو نيل الثقة أو لا يمر الرئيس أو عدم هذه ظاهرة في جميع الدول الديمقراطية تحدث يعني لا أريد أن أسوق لشيء هو ليس يعني ينزعج منه الناس ولكن هذه ظاهرة طبيعية قد نجتمع قد لا يتحقق النصاب الأربعاء ونأجلها أربعاء لأخ وقد نتخذ قرار بتأجيلها يومين ثلاثة هو المطلوب أن تجري مزيد من التفاهمات نحن لدينا أقل من الثلثين القادر على أن يمرر رئيس الجمهورية الذي سيكلف رئيس الوزراء والطرف الآخر أثبت أنه لديه ثلث معطل إذا لم تنجح محاولات إنقاذ وطن في استقطاب مزيد من النواب من الخندق الآخر فإننا يعني هذا ليست نهاية العالم إذا هذه المرة الأربعاء لم يتحقق النصاب فهذا راح تكون رسالة تلزم الجميع بالحوار وتقديم التنازلات المتبادلة ومن لا يقدم تنازلات سيتحمل مسؤولية تأخير تقدم العملية السياسية البرلمان منعقد بصورة شرعية سنشكل كل التجار خلال الأيام القادمة سننخرط في مراقبة الدولة يعني أنت تقول لا مشكلة في هذا لنأخذ وقت آخر طيب التوقيتات الدستورية ما تحسبون حسابها؟ الأمر ما يجعلكم محرجين أمام شعبكم؟ لا يوجد أسعف أستاذ حتى تكون الأمور واضحة أستاذ نجم لا توجد توقيتات دستورية كما يتم ترديد ذلك من بعض مقدمي البرامج ومن بعض الناشطين في السوشال ميديا وبعض وسائل الإعلام الدستور اقرأوه جيدا لا يوجد في الدستور تحديدات أو مدد تحدد توقيتات لانتخاب رئيس الجمهورية أو أننا نفشل مرة أو مرة لا نقدر نسوي خمسين محاولة ولا شيء ولكن قولا واحدا الطبقات السياسية جميعها باعتقاضي ونحن منهم في تحالف السيادة إذا لم نصل إلى نتيجة وشفنا الأمر مغلق أكيد سنبحث عن خيارات أخرى لمعالجة هذا الأمر كل الخيارات تصبح مفتوحة